اشنا يعني لسه راجعين من اجازة عيد فكل سوا انتون طيبين ومبسوط قوي انه الناس راجعوا من العيد يعني متحمسين يعني وجايين تحضروا محاضرة وان شاء الله المحاضرة النهاردة تكون محاضرة ممتعة جداً لكم وتبقى فيها فايدة ويعني تبقى دماء خفيف كمان يعني يبقى فيها كده نوع من الاسئلة والاجوبة حتى يعني علشان يعني نخلي المحاضرة تبقى تفاعلية قدر الامكان يعني طيب قبل ما ابتدي المحاضرة بتاعتنا النهاردة انا حابة ازيب عشر دقائق كده اجان معلش هأكد تاني ان احنا نقفل المايكس كلنا اتأكد ان المايكس عندنا مقفولة عشان ما نعملش ديستراكشنز هسيب عشر دقائق في الاول لو في اسئلة او حاجة معينة زي لما هند سألتني او ياسمين سألتني حاجة ياريت تقولولي في العشر دقائق الاولانيين دول نرفع ايدينا كده رايز يور هانز اللي عايزين نتكلم وناخد الدور حد حد يعني ونتكلم وتسألوني فممكن من خلال ما انا بشرح النهاردة احاول اجاوب اجابات سريعة حضر الامكان على الحاجات اللي يقولك هو في اي قرد رجالكم او من طلبات باسم اشرف جميخ طيب استأذنك في حد انا حاول القفل مايك من عندي بليز اللي المايك لسه مفتوح عندهم بليز تحاولوا تقفلوا المايك في اخير يا دكتور ازاي حضرتك كل سنة حديك طيبة وخير وانتي طيبة وصحة وسلامة ازايك اشجان كنت هتسألي سؤال ولا بس بتتعايدي علي لا بعيد عليك يا دكتور وبعدين بنبقى مشتاقين بقى نسمع دكتور لبنا ربنا يخليكي ربنا يخليكي طيب ادي عندنا حنان رفع اديها تفضل يا حنان اولا سيد مساكي ومسال الجميع وكل سنة انتوا طيبين واجازة سعيدة كانت على الجميع تسلاميك وانتي بالصحة وسلامة يا رب بص يا ستي انا سؤالي ايه اللي انتي حتعرضي مشكورة مختلف تماما عن بقية المنتورز او البروفسرز او الترينرز اللي ادوا NLP واحنا حضرنا لهم انسايد ايجيبت او ابرود هيكون مختلف مثلا التطبيق او الاكزامبل ستكون حاجة خاصة ببلدنا بمجتمعنا او ان حاجة انتي out of your best practices you've been through ايه المختلف اللي هيكون انتي حتعرضي او حتزودينا بيه مختلف عن ما سمعنا وحضرنا وخدنا شهادات بيه قبل كده عاطر عناي عاطر هقولك جمام في حد تاني عنده اي سؤال قبل ما نبتدي ادير المايك خلونا نبتدي باول حاجة يعني سألت فيها حنان احاول اديكم شوية background عن الموضوع ادي فيه شايماء عايزة تقول حاجة طيب تفضل يا شايماء انا هسمع سؤالك تفضل السلام عليكم عليكم الحمد لله انا بس كنت عاوزة اسأل ايه الفرق بين الNLB والCBT وهل الNLB يعتبر جزء من من السيرابي يعني انا مثلا لو عاوزة ادخل في مجال السيرابي هل دراس الNLB تقهلني لحاجة زي كده ولا ده حاجة مختلفة عن CBT واي مدارس علاجية تانية مختلفة في السيرابيس السؤال الجميل وهجاوبك عليه حاضر عناي حاضر بكرة طيب فيه امل عبدين تفضلي امل تسأليني ايه استنوا عليكم ازايك يا دكتور الاخبار الحمد لله الحمد لله انا عندي سؤالين اول حاجة ايه منشأ البرمجة اللغوية العصبية ايه اساسا نشقتها جاية من ايه تانية حاجة اللي انا عارفة عنها ان هي بتشتغل على فايه الفرق بينها وبين المدارس التانية اللي بتشتغل على الاموشنال او غيره من مدارس المعرفية الحديثة حلو السؤال ده قوي حلو بصراحة شكرا لا خليه 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 عمد تبعنا شواء ده من المزاكرة دي خليه لا خليه عندك الصوت عندك مفتوح في حد بيكلم وصوت عندك مفتوح بليز نقفل المايك شكرا يا امل على سؤالك حاضر هجاوبك طيب بي معانا سيف تفضل مساء الخير صوتك كده مسموع صوتك مسموع تفضل تمام انا سيف نشأت انا سيكولوجيست اه كنت عايز اسأل الان ال بي هلأ اقدر استخدمها مع الحالات الاموشنال ما عندها زي مثلا او او اقدر استخدمها زي مثلا مانا بستخدم او في العلاج يعني بس السؤال الاجابة بتاعته المختصرة اه يعني ده يعني فيه في ليه تكملة الاجابة عليه بس يعني اجابة كده سريعة اه وهيبان من خلال المحاضرة اه ليه بقول اه يعني وحنا النهاردة ندرس حاجات او مبادئ عامة كده هيبان للاجابة بتاعتي السريعة على السؤال ده انه ايوة ممكن طيب هل فيه اسئلة تانية اخر فرصة للاسئلة العامة قبل ما نبتدي المحتوى بتاعنا النهار هيام يلا يا هيام معاكي الموالك مساء مساء الخير اولا انا سعيدة ان احنا لطقينا مرة تانية يمكن احنا تقابلنا في 2018 تقريبا كنت بدرس معاكي في المكان بتاعكم هناك في الزمالك اعتقد وانا سايكولوجيست الفكرة بس انا بنصح كل السايكولوجيست الموجودين معنا هنا حاليا ان هما يدرسوا ان اللبنة من الناس الشطرة جدا جدا في المجال ده ومن الناس المتميزة والمتخصصة يعني اللي هما الاوائل اللي اشتجروا في الجزية دي النصيحة اللي انا بقدمها لهم لان سواء لدرس دي بي تي او سي بي تي او اي او اكت او اي نوع من انواع العلاجات السيرابي الانالبي مجمع كل التكنيك بتاع كل المدرس العلاجية اللي هم ندرسة في العلاج النفسي في شكل بسيط وجميل ومنظم وتقدر تستخدمه حتى لو انت مش دارس سايكولوجي فهي الفكرة كلها ان ده بيسهل عليهم المهمة بتاعتهم وانا بنصح الجميع بصراحة يعني دي دي فرصة حلوة لكله دي امانة انا بقولها ان فعليا اللي حاب بيتميز في الجزء بتاع الجانب الجزء اللي احنا درسينه الخاص بالسيرابي لانا الانالبي تكنيك واضحة ومخددة سهلة بسيطة تقدر تستخدمها شكرا شكرا لك وهعلق بس على الحتة الاخيرة في الفين وطمنتاشر من الفين وطمنتاشر لحد الفين اربعة وعشرين حصل احداث كتيرة ودلوقتي الانالبي اللي بتكلم عنه وبقدمه كمان بمذاق خاص وبتفاصيل خاصة لانه اضف له الكثير من البهوس والريسيرج والنيروساينس تحديدا لان احنا لما بنفهم ليه التقنيات نفسها بتشتغل وفي ابحاث كتيرة دلوقتي بقت موجودة فبقينا نقدر نعرف اكتر بدقة اكتر ايه اللي بيحصل جوه الدماغ وايه اللي بيحصل جوه البني ادم وليه التكنيك بيشتغل بالطريقة دي ودي من الحاجات اللي خلت كمان المنهج اللي انا بقدمه دلوقتي اقوى واقوى اكتر من الاول بكتير يعني الانالبي اللي انا بقدمه حاليا باعتماد من الاي اي انالبي ودي من اقدم واعرق جهات اعتماد البرمجة اللغوية العصبية في العالم يعني المقر بتاعها موجود في سويسرا وممكن بعد المحاضرة ابقى بعتلكم اللينك تبصوا على الويبسايت بتاعهم وهتلاقوا انه انا الوحيدة اللي معتمدة من الجهة دي او اول واحدة ابقى معتمدة كماستر ترينر من الجهة دي ويتحط اسم مصر عن الموقع بتاعهم ودي حاجة يعني الحقيقة انا مبسوطة جدا فيها وفخورة جدا فيها لانها نتيجة مذاكرة سنين يعني انا بقالي في المجال اكتر من اتناشر سنة وما بوقفش مذاكرة واتمنى على الرغم من انه وقتنا اللي هنقضيه مع بعض في الكورس القصير ده اللي هو ثلاث ساعات النهاردة وثلاث ساعات بكرة الى انه انا عاملها بشكل ما يديكم كده فكرة يعني حلوة عن ازاي تستفيدوا بالمحتوى اللي هقدمه يعني همش جاي اقول كلمتين وخلاص انا قدر الامكان حاول اقول كلام ينفع تطبقوه في حياتكم اليومية معلومات تنفع تبقى مفيدة وتغزلوها كده مع علوم بتاعتكم كل حد بيكم جاي معا كمية معارف كبيرة خبرات السنين تراكمات كتيرة قوي وعنده اسئلة وانا واثقة ان من خلال المحاضرة هيطلع اسئلة اكتر بكتير من الاسئلة اللي جاء في البداية يعني فحاول قدر الامكان ان انا احط حاجات اساسية نقدر بيها ان احنا نتكلم عن مواضيع تهمكم وريليتد سواء لو انتم بتشتغلوا او او لكم في حياتكم الشخصية وهربط التعليق بتاع هيام مشكورة بالسؤال اللي سألته لي حنان انه ليه نحضر معاك ان البي يعني او ممكن يكون في اي جديد في الان البي مختلف عن وليكن الفرجن اللي انا شخصيا كنت بقدمها من سنين الحقيقة المجال ده بتاع الان البي زي زي اي مجال تاني يعني احنا دلوقتي لو هاديكم مثال بسيط دلوقتي عندنا حد معاك تليفون سمارت مثلا بل يكون سامسونج نوت اربعة وعشرين احدث واحد اكيد في فرق عن نوت ناين اكيد معانا ايفون اللي يكون ثرتين فورتين اكيد في فرق عن الايفون اللي هو نومبر سيفن مثلا فكل ما بيحصل تطور في المجال بيحصل ابحاث جديدة بيحصل حاجات جديدة بيحصل ان احنا نلاقي ريسيرش يقول لنا معلومة جديدة بيحصل ان المطورين نفسهم اللي حطوا الاساسيات او التقنيات اللي موجودة في الانلبي بيبتدوا هما نفسهم يطبقوها بشكل مختلف او يزودوا حتة او يقولوا لا دي انفع في الجزئية دي ودي احسن في الجزئية دي الحقيقة انا مهتمة جدا جدا بمتابعة اخر التطورات ما بوقفش ابدا متابعة ايه اللي بيحصل ايه الجديد وايه التطبيقات الجديدة ومين ممكن ادرس معاه فاعرف منه جزئية جديدة او مضاق جديد للانلبي لان الانلبي هو عبارة عن مجموعة من التقنيات اللي بيها بنعيد سياغة الطريقة اللي بنفكر فيها سواء على مستوى عقلنا الواعي او اللواعي علشان نوصل لتحقيق تغيير ما او تعديل سلوك ما ده التعريف المبسط جدا اللي هخليكم في نهاية المحاضرة النهاردة فاهمينه عملي مش فاهمينه ككلمتين سمعتوهم او بيتقالوا لأ انا يهمني ان احنا نخرج من المحاضرة النهاردة فاهمين بشكل يعني اختبرنا المعنى ده اللي انا اقصده وقدرنا نفهم اه طب انا اداة زي دي ممكن تفيدني في ايه ممكن اقيس الموضوع ده على ايه اوكي طيب فاول حاجة انه الانالبي اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هو انالبي بيست على ابحاث او مربوط بابحاث في النيرو ساينز المحتوى اللي انا هقدمه في اليومين دول بشكل اساسي النهاردة مركزين على لا معلاش اماما ينقذوها معلاش معلاش استأذنكم نتأكد كلنا ان المايكس مقفولة اوكي هنركز النهاردة على او تنظيم المشاعر هنتكلم عن المشاعر هنتكلم عن يا ترى نعمل ايه لما يبقى عندي شعور خوف قلق حزن غضب احساس بالزم ايه وظيفة المشاعر ايه اهميتها بالنسبة لنا اوكي وهناخد طول كويسة جدا في التعامل مع الاضطرابات اللي بتحصل لنا الشعور لان المشاعر هي ايه ابس ان داونز كده فنعمل ايه يعني لما يحصل لنا اضطراب في المشاعر والتاني حاجة هنتكلم عليها ومربوطة بيها هي الستيت مانجمنت او ادارة الحالة الشعورية بتاعتنا يعني حد يقول ايه انا مثلا ورايا اني انا اعمل بريزنتيشن وقدم بريزنتيشن وقدم جميل حلو ما عنديش مود ما فياش دماغة اعمل ده نسمع الحكاية دي كتير او حد يكون الان جدا من انترفيو فالحالة القلق دي لا تسمح للشخص انه يروح يعمل الانترفيو فهنا محتاج مهارات او السكيلز بتاعت الايه الستيت مانجمنت او ادارة الحالة الشعورية فالمشاعر وادارة الحالة الشعورية زي ما انتم ملاحظين كده وريبين من بعض فانا حطيت الجزئيتين دول كوحدة وحدة هنتكلم فيها النهاردة باستفادة بكرة بقى هنتكلم في الستينج جولز او تحديد الاهداف وتحديد الاهداف من المواضيع اللي هي انا بحس انها يعني واسعة قوي وعامة قوي وفي نفس الوقت فيها حاجات او نقاط اساسية لو فهمناها هنعمل بريك ثرو في حياتنا في الانتاجية بتاعتنا 180 درجة مجرد ما نعرف اساسيات معينة في ازاي نحدد هدف ونمشي باتجاه وكمان هنتكلم على تخطي احداث اليمة او ذكريات اليمة ان ده برضو من الحاجات اللي بتجيلي كومنتات كتير قوي عليها نحن تبقى عايزة تتخطى حاجة معينة حصلت في حياتها ومش قادرة تتجاوز هذه اللحظة او هذا الوقت العصيب بترجع بتفكر فيها بتحس انها مدايقة جدا انا هعمل حاجة بسيطة انا هوقف لثانية كده وبص على كل انه في حد المايك لست سل عنده بليز نتأكد ان كل المايك مقفولة بليز نتأكد ان المايك ساعتنا ميوت طيب خلينا كده نرجع نكمل طيب في عندنا مقولة مشهورة قوي في المجال بتاع الانالبي وانا على فكرة عمدا يعني عادة ممكن ابتدي اقول انالبي اختصار لايه وكده بس انا يعني عايزاكم تفضلوا معايا الاخر المحاضرة ونوصل للتعريف مع بعض حتة حتة يعني نوصل بي نتيجة اكسبرينس ونتيجة اكسرسايز انا نحضرها والحاجات دي فتبقوا فاهمينه وهضمين التعريف اكتر من احنا نقوله نظريا كمان في حاجة عبال اخر المحاضرة هتتفجؤوا بيها انا عاملة بونس كده هدية تكنيك ما بيتدرسش اصلا لسه في مصر فهتبقوا انتو من اوائل الناس اللي هتدرسوه وهناخد كده التطبيق بتاعه ممكن تستخدموه في حياتكم اليومية فهيبقى جميل جدا خليكم قاعدين كده معايا خطوة خلينا ناخدها خطوة خطوة طيب اول حاجة عايزة ابتدي بيها هي المقولة بتاعة ريتشارد باندلر ريتشارد باندلر هو الشخص اللي ابتدى التقنيات بتاعة الانالبي ريتشارد باندلر كان حتى تسألني هو الانالبي ابتدى منين كان القصة بتاعته انه كان طالب في الجمعة في البيدرس كمبيوتر ساينز وكان علشان يطلع فلوس زيادة فكان بيعمل ايه كان بيفرغ شرايت لثيرابيس ناس سايكولوجيست بيعمل يعني في دكاترا هو بيفرغ الشرايت بتاعته عشان ياخد فلوس زيادة فكان من ضمنهم في واحدة اسمها برجينيا ساتير برجينيا ساتير دي سايكولوجيست معروفة جاي منها او ثيرابيس معروفة جاي منها حاجة اسمها الفاميلي سيستمز ومنهم كان ميلتون اريكسن وجاي منه الهيبنوسيز الطالب ده نجح في انه بمجرد ما بيسمعهم ويقلد هما بيعملوا ايه يعني يتكلم بالطريقة اللي هما بيتكلموا بيها ويحاول انه هو يتقمص عارفين يعني بيقلد وكان شاطر في التقليد يقلدهم فليقي نفسه بيجيب نتائج ليقي نفسه انه هو قادر على انه يحقق نتائج مع الناس رغم انه مش دارس ايه مش دارس الثرابي او التخصصات اللي هما بترسنها معلش انا هوقف لحظة المهم فكان بيقلد الثرابيس دول وبيوصل لنتائج فهنا ابتدى يبقى عنده هو فضول شخصيا كيوريوزتي جدا انه انا عايز اعرف هو ايه اللي في اللغة بيخلي الناس تتغير وابتدى يدور ورا الموضوع ده وراح لحد كان اسمه جون جريندر وجون جريندر ده بروفيسور في اللغة راح له قال له انا عايز نطلع من الطريقة اللي بيكلموا فيها نطلع ايه الادوات او ايه التقنيات او ازاي نحط زي بروسس او نحط زي ستابس كده نطلع ايه اللي بيحصل ايه اللغة اللي بتحدث ماجيك بالناس ومن هنا قيل الكوت بتاعه ماجيك لايز انه السحر يكمن في اللغة التي نتكلم بها ولو فكرتوا فيها احنا كمان عندنا الكوت بتاع بعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور احنا ممكن نقعد نتكلم مع حد ونلاقي نفسنا رحنا بقى يعني خفيفة هدينا ارتحنا حد تكلم معنا باسلوب معين بكلام معين فاحنا حسينا بالراحة بينما لو تكلمنا مع شخص تاني تكلم معنا بطريقة تانية باسلوب تاني نلاقي انه بدل ما كنا جايين متضايقين جدا جدا وتسرع عننا لأ بقينا متضايقين اكتر اكتر اضعاف فالريدي احنا عارفين انه المبدأ ده موجود بس مش حطين ايدينا على اي اللي في اللغة او اي اللي في طريقة الكلام اللي فعلا ممكن يخلي حد يبقى في احسن حال او في حال افضل واي ممكن يخلي حاله اسوأ ومن هنا هنبتدي كده نحط اساس في الفهم بتاعنا انه اللغة اوكي هي هي اللي بتخاطب هي اللي بتخاطب بيها يعني احنا في عندنا اللغة هي الطريقة اللي احنا بنرسل فيها رسائل وبنستقبل من خلالها رسائل فيطرة ايه اللغة اللي انا اقصدها يعني هنا ييجي السؤال بقى ايه نوع اللغة او ايه اللغة اول اكسرسايز بتاعتنا. هستأذنكم ان احنا نلعب اللعبة دي. وانا شوفوا النهاردة يعني مش طلبة منكم لا تفتحوا الكاميرات ولا اي حاجة. بس اللي عايز فعلا يستفيد يلعب اللعبة دي معايا. عايزاكم تقوموا تقفوا في المكان اللي انتم فيه. تحاولوا ان انتم تقفوا. وتخلوا رجليكم حداشر على الارض. اوكي? وتثبته في مكان معين. اوكي? ونسبت في المكان اللي احنا واقفين فيه. ورجلينا احداشر كده على الارض. وعايزاكم ترفعوا ايديكم اليمين لقدام. نرفع ايدينا اليمين لقدام. اوكي? كده نمد ايدينا دراعنا كده لقدام. اوكي? وعايزاكم تلفوا بيديكم وانتم ثبتين رجليكم على الارض. تلفوا بيديكم على اقصى درجة تقدروا توصلوا لها. واول ما يكتفوكم يشد توقفوا. وبس بصوا عند الحيطة وصلتوا لفين. يبقى احنا سبتين على الارض. رفعنا قدينا قصادنا لقدام كده. اوكي? وبنلف بحركة نص دائرية كده لورا. واول ما قدينا كتفنا يشد من فوق. بنبص بنشوف ايدي اقصى مدى لايدي وصلت فيه. وبعد كده بنزل ايدي عادي. تمام? جاهزين نفضل بقفين نفس المكان. بتتحركوش. اوكي? دلوقتي هطلب منكم ان انتو تغمضوا عنيكم. وانتو مغمضين عنيكم. عايزاكم تتخيلوا. احنا مغمضين عنينا? نتخيل ان انا رفعت ايدي تاني. اوكي? والمرة دي ايدي مشيت بمنتهى السهولة واليسر. ووصلت لابعد من النقطة اللي انا كنت وصلها لها. بخمسة سنتي. انا اتفاجئت. قلت ايضا? ازاي انا وصلت ابعد بخمسة سنتي? قرب تاني كمان خمسة سنتي. كمان عشر سنتي. ايدي وصلت لابعد بكتير? وبقيت بقول لنفسي ازاي انا عملت كده? ازاي قدرت اوصل للنتيجة دي? وحسيت باحساس جميل جدا جوايا. ودلوقتي هنفتح عينينا. وهنمد ايدينا تاني قصدنا قدام. ونلف ايدينا الورا ونشوف هنوصل لفين? كم حد جربوا لعب اللعبة دي معايا ووصل للنتيجة? انا يا دكتور. عشر سنتي بالضبط. تمام. تمام. عايزاكم توربوني على السكرينز كم حد عمل اللي انا قلته وليقي فعلا انه وصلته لابعد بكتير من المرة الاولانية. كلنا حط اي اموجي اي ساين على السكرين عشان اعرف ان انتو جربتوا معايا. اي اي ساينز على السكرينز. تمام. في ناس كتير قاعدة بتكتب. تمام. تمام. انا عايزاكم على السكرين عشان اشوف انا عدد الناس اللي فعلا متفاعلة معايا وشغلين معايا. على السكرينز يلا. تسقيفة. اي اي اموجي. تمام. تمام. طيب. ايه اللي حصل يا ترى. جميل جميل. في كومنتات كتير قوي قوي قوي. طيب جميل جدا. زي الفل. زي الفل. ايه اللي حصل يا ترى. تبتكروا ايه الفرق ما بين المرة الاولانية وما بين المرة التانية. حد من الناس اللي بتحضر معانا الاول مرة كده. حصل هاكينج يا دكتور. حصل ايه? احنا عملنا كده كحركة شداعية للكونشف. اوكي. تمام. تمام. هنا بقى نيجي نتكلم عن اللي حصل بقى. لان ده في صميم ايه اللي احنا نقصده في الانل بي. او ادوات الانل بي. او ازاي بيشغل الانل بي. طيب. احنا عندنا في الدماغ بتاعتنا سنترز. نقاط كده. ففيه سنترز ورا في الدماغ للمراكز البصرية. يعني انا لما بشوف صورة بيبقى في اكتف جوه دماغي نقاط معينة عصبية. لما بسمع صوت انتو سمعين صوتي. ففيه نقاط معينة جوه البرين بتاعنا. بتبقى هي اكتفيتد. تبقى هي نشطة. بتنشط. وفيه عندنا سنترز بتنشط بالحسيس. وسنترز للحركة. عندنا سنترز كتير. فهنا لما بنتكلم على اللغة احنا قصدنا بيها شقين. قصدنا بيها اللغة المنطوقة. اوكي. ودي اللغة اللي احنا بنتكلمها كده مع بعض. وبتردوا بيها علي. وعندنا لغة تانية. اللي هي اللغة العقل اللواعي. او بقية الاجزاء. اللي نقصده بقية اجزاء الدماغ. اللي هي بتبقى اكتفيتد اكتر بالحواس الخمسة بتاعتنا. اللي هي بتبقى اكتفيتد لما انا ببقى مثلا بتفرج على فيلم او بتفرج على حاجة. احنا بنتأثر جدا. ليه موقف? لو انا بكانه حصل الموقف. انا بتأثر بالموقف اللي بيحصل. ده نتيجة ايه? نتيجة انه فيه سنترز في الدماغ اشتغلت. بقت اكتفيتد. وعلشان كده هنلاقي انه الكتب السماوية فيها صور وفيها قصص. وهنلاقي ان احنا لما بنروح مثلا بنحضر اوقات فيلم او بنبقى سرحنين بنغير جوه احنا دلوقتي يعيد. ففي ناس كتيرة ممكن تدخل افلام العيد. فممكن انا ابقى قريدي بفكر في موضوع. ومش في بالي يعني رايحة على اساس ان انا اقضي وقت كويس. واخرج من فيلم السينيوا. انا عارفة انا هعمل ايه بالزبط. طب مفيش علاقة الفيلم عن حاجة تانية خالص. ملهوش علاقة بالموضوع بتاعي. ايه اللي حصل? اللي حصل ان فيه تربيطات معينة للافكار. اوكي? جوه دماغنا بتبقى مختلفة لما احنا بنبتدي نشوف صور ونبتدي نشوف اشخاص. يمكن نشوف حد كان واقع مثلا على هامش الفيلم كان واقع في ازمة وحلها وزاي حلها. فده يبتدي يخلي دماغي تفكر بشكل ابداعي وتلاقي حل. لان انا حسيت بنوع من التشابه ما بيني وما بين الكاركتر دي اللي كانت موجودة جوه الفيلم. فسومتايمز في اساليب كتيرة اللي تخلي الواحد يوصل لحلول عن طريق القصص الحواديث. وده يفكرنا بايه كمان? يفكرنا بطريقة بتاعة جدودنا. ان احنا زمان كان مثلا لما نعود مع جدودنا يحكي لنا قصص. ما يدوناش المعلومة كده يقولوا لنا اعملي كذا 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 كذا. لأ. تيجي تحكي لنا قصة مثلا الشاطر حسن. قصة مش عارف ايه او قصة حد تقول مش عارف كان فيه مش عارف مين جدتي كانت تعد تحكيه مثلا انه كان فيه جارتها اللي بتعمل كذا كذا. وتعد تحكي لنا حاجة معينة. ونطلع بخلاصة. القصص عموما بتشغل اماكن في الدماغ كتيرة. زي ما قلت عشان كده بيستخدموها في القرآن بيستخدموها في التغيير. عشان كده بنكون ساعدنا الدماغ انها تبقى اكتبات اكتر وتوصل للتغيير الحقيقي اللي احنا عايزينه. يبقى احنا عندنا لغتين للعقل. اللغة المنطوقة اللي احنا بنتكلم بيها واللغة الحواس الخمسة اللي متسجلة جوا دماغنا. الملفات دي الكتير اللي مسجلة كل الاحداث اللي بتعدي علينا. مسجلة اللي بيحصل دلوقتي ومسجلة اللي حصل قبل كده. وبتربط الملفات دي البصرية والسامعية والحسية باللي جاي. بفهمي لللي جاي. يعني انا لما بفهم حاجة مش بفهمها من فراغ. انا بفهمها بناء على مرجعيات كتير. مخزون كتير. المخزون ده انا ممكن ما بقاش اوير. اوكي. وعي بي. بس هو موجود. فزي ما يكون احنا بنقول ان عقلنا فيه صندوق اسود. نخزن كل الحاجات. نخزن كل الزكريات. نخزن كل التجارب. لما انا باجي بقى بفكر ان انا عايزة اعمل حاجة او اغير حاجة. بيبقى عندي الرغبة دي. وده اللي ناس كتير بتيجي بتقولولنا في الكوتشينج ساشنز. او بنسمعها حتى في المحاضرات العادية. انا عايزة ابتدي اروح الجيم. انا عايزة فعلا ابتدي اتعلم لغة. انا عايزة اسجل في الكورس الكولاني. بس. بتيجي كلمة بس. ما عرفش ايه اللي موقفني. بس. ما عرفش ايه اللي موقفني. في حاجة موقفاني. الجملة دي تحديدا هي سر من الاسرار اللي احنا بنقدر ان احنا نشتغل عليها في الانان في. لان انا لما اجي اقول بشكل عام انا عايزة اشتغل اعمل تغيير. طب ايه نوع التغيير. فما بدأيا انا محتاجة يكون عندي هدف. انا عايزة اوصله. وانا بفكر فيه. في حاجة موقفاني. فعايزة اكتشف ايه اللي موقفني. اللي موقفني غالبا حاجة من المخزون. مش حاجة انا اوار بيها. فزي ما يكون احنا عارفين طول الوقت. عارفين اللي هي ايه رأس قمة الجبل الجليدي. انا اوار ان انا في حاجة معينة عايزة اشتغل عليها. انا الفترة دي بمر بمشاعر ملخبطة قوي. مش عارفة. بقيت سنستيف تجاه الاحداث. عايزة اشتغل على الموضوع ده. بس انا مش اوار بالمخزون اللي خلى المشاعر دي تطلع على السطح. انا عايزة روح الجيم. انا عايزة اسجل في الكورس الفلاني او اعمل حاجة فلانية. بس ما عنديش موتيفاشن. ما عنديش همة. مش عارفة ابتدي. بأجل. بسوف. كل الحاجات دي مخزون. اوكي? فمن هنا تيجي بقى الكلمة اللي بتظهر معنا في الانالبي. كونشوس وانكونشوس. احنا فيه جزء وعيين بيه. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وفيه جزء انكونشوس. فاحنا محتاجين ادوات نعرف بيها. الانكونشوس بقى ده. ازاي هوتو اكسس الانكونشوس. ازاي ندخل بادوات على الانكونشوس. نكتشف فيه حاجات. ونغير في التركيبة اللي حصلت جوانا. لاننا لو مغيرتش التركيبة اللي حصلت جوايا. مش هيحصل اي حاجة. على مستوى السطح. هيحصل بعض التغيير. فيه ناس كتير بتروح بتبتدي تعمل بعض التغيير في حياتها. تلاقي ان التغيير اللي بتعمله هو تغيير ايه? ممكن يكون هامشي. ممكن يكون سطحي. ممكن يكون غير دائم. لانه ما محطتش ايديها على الروتس. بتاعة الموضوع. ميزة الانلبي انه فيه ادوات تساعدني اروح اعمل تغيير معين. بشكل معين. واركز على الحاضر في نفس الوقت. ما بقاش زي الثرابي اكتر مركزة بس في الماضي او ايه اللي حصل معايا في الماضي. لأ انا بروح بالتولز بعمل حاجة معينة لوقت معين للحظة معينة. بفهم معين. اغير الفهم اللي عندي اتوجد في الوقت ده. وارجع تاني اصيغ الحاضر باللغة اللي توديني للمستقبل للنقطة اللي انا عايزها. فعلشان كده الانلبي بالنسبة لي انا يعتبر هو نوع من التطبيقات او نوع من الادوات مبني على روتس. زي ما كلمت من شوية هو مبني على روتس لدراسات ناس يعني الثرابيس دول اللي ابتدى منهم الانلبي تطبيقات ابتدت بيست على الشغل بتاعهم هو لي روتس لي لي لينك بالثيرابي. ولكنه بيقدم مقاربة او بيقدم طريقة او اسلوب انه ازاي نطبق التغيير ده على نقاط معينة بطريقة معينة لإحداث تغيير في الحاضر وفي المستقبل. ومن هنا بيجي كوت برضو شهير جدا لكارل يونج بيقول ايه? لحد ما تقدر تفهم ايه اللي بيحصل على مستوى العقل اللاواعي وتدركه بشكل واعي. هيتحكم في حياتك. ناس كتيرة بتحصل تقولك انا بقع في نفس الفخ. انا بكرر نفس الاخطاء. وبقول عليه بيجو بيقولوا كده كأنه نصيبي كأنه قدري انه يحصل معي الحاجة دي بالطريقة دي. لا هو مش كده. ربنا خلق لنا العلم وخلق لنا المخ وخلق لنا الحلول. فخلق الداء وخلق الدواء. في طريق التفكير. انا ممكن اكون مش وعية بيها وبعملها. فبتوديني لنفس الاختيارات. تخليني اقع في نفس التجارب. وانس ان انا ادركت الحاجة اللي انا بعملها. واشتغلت عليها. وجالي حالة من الاستنارة او الوعي. بلاقي نفسي اوكي انا الفخ ده بوقع فيه. انا عادة في المواقف اللي من النوع ده بيبقى الرياكشن بتاعي بطريقة دي. سواء قلق او غضب او حزن او او. اوكي. طيب. ايه اللي انا عايزة اعمله مختلف. انا عايزة ردة فعلي تكون فيها هدوء. تكون فيها شيء من الحكمة. شيء من الاستنارة. شيء من كده. وبحدد انا اللي انا عايزة اعمله ايه? فابتدي اشوف ايه الادة اللي ممكن تساعدني ان انا انقل طريق التفكيري في تجاه حاجات معينة في نفس المواقف انقلها للطريقة التانية. وده اللي هنشتغل عليه النهاردة. لهنا قبل ما اكمل الشرح. لهنا اللي انا قلته واضح ولا فيه اي اسئلة عليه. هتلاقوا دي الطريقة اللي انا بشتغل بها. انا اوقف كل شوية كده واسألكم واضح. اكملها. او ازا فيه سؤال هيبقى مناسب ان احنا ناخد اسئلة دلوقتي. تمام. في ناس كتير بتكتب لي واضح. تمام. زي الفل. حل. كميل. يبقى نكمل. طيب. لما عملنا الاكسرسايز وصلنا لاستنتاج بتاعي انه فيه جزء من المعلومات احنا وعيين به. اوير به. وفيه جزء احنا مش اوير به. اللي هو جزء اللي قلنا ليه علاقة بتخزين ملفات البصرية والسمعية والحسية. وكمان بالمناسبة اللي ليه علاقة بالشام والتزوج. كل الحواس الخامسة. اوكي. طيب. فيه استنتاج تاني بناء على التمرين البسيط اللي احنا عملناه مع بعض انه العقل والجسم منظومة واحدة. جهاز واحد. يعني ايه الكلام ده. يعني انا لما في الاول قلتلكم ارفعوا اديكم. اوكي. واعملوا ارفعوها كده واعملوا كده لورا. صح. قلتلكم كده وصلوا نقطة معينة. واول ما يشد دراعكم وقفوا عند النقطة دي. مش انا قلتلكم كده في الاول. وده اللي حصل. صح. طيب. لما احنا جينا غمضنا عنينا وابتدينا نفكر وابتديت اتكلم باسلوب تاني وبلغة تانية وابتديت اجيب الصورة بتاعت انه نبرمج دماغنا بقى. بلغة الانالبي. كأن احنا بنعيد برمج الدماغنا على الصورة الزهنية التانية وتخيلنا وعبعض ان احنا وصلنا لمسافة ابعد وسمعنا نفسنا بنقول الله جميل جدا. حسنا باحساس جميل. اوكي. ايه اللي حصل? جسمي برضو استجاب. لما رجيت رفعت ايدي تاني وعملت كده. مش جسمي استجاب. ده معناه ان اللي انا بفكر فيه او طريق التفكيري بتشكل وعيي وبتشكل بالتالي ايه؟ ردة فعلي. هقولها تاني. ده معناه ان الطريقة اللي انا بفكر بيها بتشكل الوعي بتاعي وبالتالي بتشكل ردة فعلي. صح؟ يبقى انا لو غيرت طريقة اللي بفكر فيها. ايه اللي هيحصل؟ السلوك اللي هيظهر عني او ردة فعلي هتتغير. طيب. في ناس كتير بتيجي بتقول العكس او وعيين بالعكس. يعني ايه؟ يعني حد ييجي يقول انا مش عايزة تنرفز اللي ورايها الاخر لحظة وتزناء. وهنا عايزة اعلمكم حاجة زيادة. واخدين بالكم من اللغة اللي انا بتكلم بيها ايه؟ انا مش عايزة كذا. غالباً الناس لما بتيجي بتتكلم على تغيير بيكونوا جايين مش عايزين حاجة. يعني بيكلموا بلغة النفل. اوكي؟ واللغة الصور اللي انا لسه معلمها لكم دي ولفتة نظركم ليها هي لغة صور. اوكي؟ ما بتفهمش النفل. فكلنا كده واحنا موجودين كده مع بعض. يا جماعة بليز محدش يفكر في قطة سودا. محدش يفكر في قطة سودا. بليز بليز محدش يفكر في قطة سودا. مش عايزين حد يفكر في قطة سودا. ايه اللي بيحصل دلوقتي. حالاً وانا بقول الجملة دي. ها حد يفتح المايك وقولي ايه اللي بيحصل. هنفكر في قطة سودا. هنفكر في قطة سودا على طول. انا افتكرت على طول القطة بتاعتي فصدقة ان هي مش سودا. ان هي مش مشي. اوكي. تمام. اول ما بنقول مش عايزين نفكر في قطة سودا. مش عايزين حتى عشان اللي يشاكك في الجملة يعني. مش عايزين نفكر في ايه. مش عايزين نفكر في قطة بيضة. خلوها بيضة. مش عايزين نفكر في قطة بيضة. مش عايزين نفكر في قطة بيضة. طب مش عايزين نفكر في كلب بني. مش عايزين نفكر في كلب بني. مش عايزين نفكر في كلب بني. ايه اللي بيحصل? صورة كلب بني بتيجي جوا دماغي. ده ليه بيحصل? لان اللغة دي اللي هي بتاعة الملفات البصرية والسمعية والحسية دي ما بتفهمش النفع. عقل اللاوعي لا يفهم النفس. فانا لما ععد اقول انا مش عايزة اغلط في الانتربيو. يا تارا يا تارا تفتكروا ايه اللي بيجي في دماغي. انا مش عايزة اطلخبك في الانتربيو. انا مش عايزة عكي الدنيا في الانتربيو. انا مش عايزة مثلا انا متعصب وانا بذاكر لبنتي. انا مش عايزة اتعصب وانا بذاكر لبنتي. مش عايزة اتعصب وانا بذاكر لبنتي. ايه اللي بيحصل؟ صورتي زهنية اللي بتيجي جوا دماغي صورتي وانا متعصبة. بيجي جوا دماغي صورتي وانا متعصبة. ولاني حطيت الصورة دي هي اللي جات في دماغي فغالبا غالبا هي دي اللي انا هنفزها. عقلي اللواعي هينفز لي الحاجة اللي انا جبت صورتها في دماغي. دي كده على هامش الموضوع لان انا لما استخدمت اللغة دي على طول دايما الجملة دي بقولها فحبيت ان انا اقولها لكم. فmind and body one system يعني لو انا عايزة امسك من المحاضرة دي مفتاح اشتغل عليه. الطريقة اللي بتفكر او بتفكري بيها هي دي اللي بتشكل ردة فعلك. عايزة تغيري ردة فعلك. عايزة تغيري اختيار. عايزة تغيري السلوك. عايزة تغيري اي حاجة بتنفذيها على ارض الواقع. ابتدي بالطريقة اللي بتفكري فيها. ابتدي شوفي اي نوع التفكير او اي نوع الافكار اللي عندك. اي اللي محتاج يتغير في الطريقة اللي بتفكري بيها. اوكي? ده المفتاح. يبقى mind and body one system. اللي بيحصل جوه دماغي بيأثر على جسمي. وبالتالي كمان جسمي نفسه كمان بيأثر على دماغي. هو يعني it goes both ways. الطريقة من من الاتجاهين. بدليل انه لما حد بيبقى ذهقان قوي وبيسقط ونعسان وياي والمذكرة ومش قادرة ومش عارف ايه وكذا ومش قادرة ومعديش انرجي وشعف ايه. اوكي? بتلاقي ان انتي لو حد شافك او جالك يقولك قومي 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 يخسلي وشك. قومي تمشي شوية. او انتي تبتدي تفكري طب لو قمت روحت التلاجة دلوقتي. واكلت مش عارف الدزيرت اللي مش عارف موجود ايه او سندوتش الجبنة اللي مش عارف. تلاقي نفسك فوقتي. سبحان الله يعني من شوية من دقيقتين كنت بتسقطي ومش قادرة. تلاقي الانرجي بتاعتك اتغيرت. نتيجة ايه? نتيجة انه تحركتي من مكانك. اوكي? فميند اند بادي وان سيستم. متفقين لهنا? تمام? ده مبدأ من المبادئ المهمة جدا عندنا في كل التكنيكز بتاعتنا في الانالفي. في اي سؤال? ولا اكمل? اكمل. تمام. اوكي. هكمل. احنا ماشيين يعني في الوقت زي الفل. هيا. طيب اديكم مثال تاني على حكاية المايند اند بادي وان سيستم. تعالوا نلعب لعبة اه صغيرة كده برضو احنا وعواط وانتوا قاعدين في البيت. عايزاكم تعودوا على آآ كرسي لو حد واقف يعني بليز نكون قاعدين على الكرسي. اوكي? او على الكرسي. وعايزاكم تبصوا على الارض نحية اليمين. يعني كلنا هننزل دماغنا كده نبص كأن احنا بصين على الارض نحية اليمين. اوكي? ننزل بنظرنا بعنينا الناحية اليمين. اوكي? وكلنا كأننا يعني كأننا مقدمين شوية لقدام وبصين كده لتحت. اوكي? على الناحية اليمين. اوكي? وانتوا عاملين كده في الوضعية دي عايزاكم تفكروا تفتكروا احلى لحظة في حياتكم. لحظة فيها سعادة مطلقة. لحظة كنتم زقطتين فيها. لحظة لما بتفتكروها. على طول وشكم بيبتسم. على طول بتحسوا ان انتوا سعداء جدا. وتحسوا الله دي كانت من احلى الايام لو ترجع الايام دي. سواء في الطفولة. سواء في المدرسة. او في خروجة مع العيلة. اي وقت سعيد انتوا قضتوه. عايزاكم تفتكروا الوقت ده وتحسوا المشاعر دي بتاعة السعادة. وقلولي ايه اللي بيحصل? مين يقولي ايه اللي حصل? شعوري ضغير. كام حد فرض ظهره ومعرفش يكمل في الاعداد دي? اه انا صار عندي صراع انه انا مزابط اني ااخد الزكرة هاي وانا بيهاي الوضعية. مزابط كده. لازم شعوريا عيوني عم تطلع لفوق. اجزاكلي. اجزاكلي. لانه الواحد هو مبسوط. الريدي. هو مبسوط بيبقى ايه? بيبقى ظهره مفروض. بيبقى قاعد. باصس للدنيا. الانرجي بتاعته عالية. الوضعية اللي احنا قعدنا فيها يا وضعية الايه? وضعية اللي قاعد مهموم بيفكر زعلان. اوكي? فميند ان بادي وان سيستم حتى لو احنا مش اخدين بالنا. احنا واحنا مبسوطين. ما بنكونش ماشيين لقول للناس احنا مبسوطين. بيكون باين علينا ان احنا مبسوطين. يعني باين. الشخص هو مبسوط يعني بتلمع نبرة صوته مختلفة. الطريقة بتاعته. الانرجي بتاعته. باين في الفيسيولوجي بتاعه كله. في شكل الوش. في العضلات. في في الاحساس. في كل حاجة. اوكي? وشخص اللي زعلان ما بيبقاش برضو ماشي حطت لابل على ظهره انا مهموم او زعلان. احنا بنعرف من ايه? من الفيسيولوجي. من نظرة العينين. من الوضعية الجسم. من الاعداء. من النفس الاتقل. من نبرة الصوت. بنعرف من الفيسيولوجي. فمايند اند بادي. وان سيستم. اوكي? طيب. كلام ده مهم. ليه مهم? علشان احنا لما بنفهم الطريقة دي. بنقدر نفهم انه لما انا بيجي لي شعور معين. اوكي? هو اكيد مرتبط بالطريقة اللي ايه؟. بفكر فيها. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر